في عزلة عن أقرانها تجلس قمر وحدها في خيمتها ولا تخرج منها وذلك بسبب ما تركته لضغة حشرة ذباب الرمل أو ما يعرف محليا بحبة السنة في وجهها ويديها ليست وحدها من تعاني داء اللشمانيا فحسام أيضا تعرض للضغة في قدمه ويقول والده إن جميع محاولات علاجها باءت بالفشل قرصت حشرة بإجراء أخذت على دكتور عدلب حبي صارت كبيرة ما أرتاح صار بخه كذا ما أرتاح سألت الدكتور شو السبب؟ قال لي وين قد قطلب مخيم؟ قال لي سبب الحشرات مخيم وصرف الصحي وكذا لأنه عنا صوء كثير بصرف الصحي والحمد لله إنه الحب بإجراء ما يبوجهه لو بوجهه مشكلة كبيرة كانت ينتشر داء اللشمانيا في عدد من مخيمات النازحين السوريين ويعود السبب الرئيس إلى غياب البنى التحتية الخاصة بصرف الصحي نهيك عن تشكل برك المياه الآسنة التي لا تجد أماكن صرف مخصصة لها وكذلك قلة الاهتمام من قبل المنظمات الطبية كل هذه العوامل أسهمت بتفشي الداء ظهرت عندنا عدة إصابات في المخيم بين صفوف الأطفال إصابة بحبة اللشمانيا وأيضا إصابة بمرض الفقاع الجلدي طبعا النتيجة هي المي الراكدي بأرض المخيم المخيم مفتقر إلى شبكة صرف صحي معلم أن نشدنا على طيلة أربع سنوات مضت عدة منظمات من أجل إنشاء شبكة صرف صحي ولكن قد تسمع حيا لا حياته لمن تنادي اللشمانيا والفقاعات الجلدية وأمراض أخرى تنتشر في أكثر من 1650 مخيما في شمال غرب سوريا ورغم محاولات بعض المنظمات مكافحة هذه الأمراض إلا أنها سرعان ما تعود لوجود السبب الرئيسي والبيئة الملائمة في مخيمات مثل البيئة مناسبة لكل أشكال المعاناة غيرت الأمراض الجلدية ناتجة عن إهمال شبكات الصرف الصحي ملامح الأطفال هنا بل وتركت أثارا نفسية سلبية عند الكثيرين منهم مصطفى الخلف لقناة الرافدين ريفو إدلب